كنشكركم بزاف ومرحبا بكم في هاد القناة الوحيدة بالصوت الحقيقي للراوم هدي قصص مغربية واقعية جوش السلام عليكم أنا اسمتي عبدالعلي حياتي غدا تقلب منهار قررت أنني نتزوج عبدالعلي عاشت واحد حياة لي مستقرة عاشت واحد حياة زوينة بزاف ما وليدي كنت غير أنا وأختي ركو معارفين ذلك العائلات التي تكون عندهم دري وبنت والفرق بينهم عامين كانت أختي الصغيرة وكنت أنا هو الكبير الوالد ديالي والوالدة تزوجوا عن طريق الحب تحبوا بعدياتهم وبغوا بعدياتهم هم أصلا من نفس العائلة من صغرهم هم تحترموا بعدياتهم وذلك الحب كبير بينهم جامعهم حتى تزوجوا ومن اللي كنا احنا بقين صغار كانوا والدنا كانت الأم ديالي كانت تتتتقدم مع أختي و الأب ديالي كان ديمتي أدت معي من اللي وصلت لذلك السين ديال المراهقة فأشد لذلك 16 عام 17 عام ديالي يدرب معي على المستقبلتي وعيني زائدة لهذا أن الوالد و الوالدة كانوا في مجال تعليم كانوا متقفين و قاريين ووعيين و كنا غدين بوحد نظام في حياتنا وكان الوليد ديمتي وعيني على المسؤولية ديالي كراجول في هذه الدنيا والمبادئ ديالي وماذا يخصني نديره وتجاه الزوجة يعني كان كي وعيني بشنو كين في الدنيا وباش انك توعي واحد الولد ماشي بالضرورة تكون أستاذ ولا معلم ولا بروفيسور رغم انت جربت كنتا بدك زواج كنتايا كتعرف شنو الصح شنو اللي ماشي صح كان ديمة الوليد يعني كي حاولي وعيني بالمسؤولية ديالي اللي بقى تابعيني والوليدة كذلك كانت كتعرف مع ام اختي واختي كانت زوجات قبل مني والحمد لله يعني اختي حاليا بقى ناجحة في زواجها من خلال دوك النصائح ودوك الطريقة ديالي الوليدة ديالي ما هي وناجحة الحمد لله في حياتها انا بغيت نتوخر شي شوية لانا بغيت ندير مستقبالي هو الهول بغيت ندير ضعري بغيت ندير فراشي نقاط ديك الامور اللي هي اساسية هاد باش ندخل في الزواج ما عمرني درت شي علاقة ما عمرني درت شي علاقة ما عمرني دت صحبت ماشي بنت ولا اه عجبوني بغيت بنات ولكن ما عمرني فكرت انني ندير شي علاقة ماشي بنت وعليه السلام ايوا هي ديكا سيدي سليت القرية ديالي سليت لقيت خدمة واحد خدمة يعني محترمة درت الدولة ديالي درت الفريشة ديالي تهلت في الوالد في الوالدة تهلت في اختي يعني قال الناس اللي دارين بيا تهلت فيهم ودرت معهم الواجب ديالي ارى انك سيدي جاءت اللحظة لانني غدي نتقدم للزواج ولكن شكون وشكون هاد البنت والوالد ديالي كان ديمتي يوصيني باش انني نختار البنت المناسبة لغتوافق المبادئ ديالي وتشوف المرجعية ديالها وتشوف العائلة ديالها ومنين هي وشكون هي ودلالية كان ديمتي وعيني بهذه القضية هذه وهذه هي الحاجة اللي ما درت وهذه الشيء لاش عبدالعالي تقلبت حياته سفاعل عليها من نهار تزوج ايوانا كسيدي بقيت كنحاول نبحث على البنت انني نتزوج بها حتى اطلاقيت مع خديشة اطلاقيت مع خديشة بصدفة اه وقع هذا كنطاكت بينتنا هذا التواصل بينتنا خدينا نوامر بعضياتنا بدينا كنحضر ديو جيب في الهضرة وقول هاو مني انتا ومنين انا وفي انخدام وشكون هذا وشكون هذا وشكون هذا يعني ذو كل البوادر الاولى اللي جاتني على خديشة انه واحد الانسان منظمة متقفة واعية عندها كتسمع كتكون كتضر معها كتسمع الافكار المستقبلية ديالها كتوافق الافكار المستقبلية ديالي ومن حد لوقتي زيدي طول مع خديشة ومن حديك نزيد نستقر في النفس يديك نقول هادي المرأة اللي بغى لي يا قلبي هادي المرأة اللي غا تربي لي ياولادي هادي المرأة اللي غا تجيبنا واحد الجيل زوين في المستقبل هادرت مع خديشة رصينا نهار اللي غا دين نجيو لدهرهم باش اننا نطلبوا يديها هادرت مع الوالد هادرت مع الوالدة وبطبيعة الحال الوالدة دارت لي لونكت فين عرفتيها ومن يديها دوك شكونية وهادي وهادي اعطيتهم جميع المعلومات على هذه السيدة عيتها في تليفون دوست للوالدة اهدر مع الوالد الوالدة الوالدة ديالي اهدرت مع اباها الوالدة ديالي اهدرت مع امها ولكن من خلال ذلك النقاش الهاتي في اليداس بالوالدين ديالي والوالدين ديالها الوالد قال لي ياولدي ما نكدب شعديك اه انا ما بغيتش نحكم على تسبق هاد الناس هادو ونسبق الحكم ديالي والوالدة قالت نفس الشي قلت لي يا غير هو والدي اه حاولت تطول شي شوية في في الخطوبة بيد من تعرف راسك شنو كدير ما لينا هدا هو الخطأ فانك ما كتابعش بعد المرات شي نصائح مهم ما كتابعه ملك والديك ايا سياد اه اه قلت لي اه اه قلت لي مواخها يكون خيان ان شاء الله بقت كنننظر مع خديجة وهنا بديت كنبغي خديجة تعلقت بخديجة واللي تبغيها تزوج بها وبتنجيب عندها في الدار واش ذاك الكبد ديالي ديال انني ملهوف على الزواج واش انني بغي مرة تكون عندي في الدار واش تشوق لذاك الحياة الزوجية اه معرفتش معرفتش نهائيا توافقنا هزيت الوالد والوالدة شين كنجرل عندهم من دارهم السلام واريكم السلام واريكم السلام ورحبوا بنا عطاونا صوابنا عطاونا هضرتنا والناس من اطيب خلق الله ترحيب والهضراء والليدي شي تاوي الخير وكذا وغيمه هاللي كتاهضر وحنا ما بغينا الهدهاز ما بغينا هادي والتوافق وبيناتكم يربي تكون غي بخير يربي تكون غي كذا يربي تكون غي كذا ومن اللي كتبدا الأم تشكر في البنت كتر من القياس أعرف باللي رأي شي حاجة كي نتمع شي شي نقطة سوداء كينا في شي بلاسة تفاهمنا تقعدين الأمور كذا 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 اه خديجة قلت لكم بقوا مخطوبين غيشي شهر ولي شهر ونص ولي شهرين كعلا اللي بعدنا كع شهرين انا بقوا مخطوبين اللي يجازكي باخير باش نتفاهمون هادي وادي وادي كتل او اخها للا ما تلتعي بقينا هذي الشهرين جي من هنا سير من هنا جي من هنا سير من هنا كتبغي تخرج كتصانيري ايه كتعلمني يعني اعطاتني بوادر الزوجة الصالحة داس هذه المدة تزوجنا اجواء دي العرس داس بواحد ضروف زوينة بزاف كل شي داس مزيان كل شي سهل في سيد ربي بدين الحياة الزوجية وفاش بدين الحياة الزوجية كانت بقى واحد شهرين بحالكك وغيتخور رمدان ايو سيدي اه شو نقولك يعني مها مع مرها جات عدنا ممر زواج مع مرها يعني فاش تزوج شو بخير مع مرها جات عدنا من غير ان المادام مرها كتنمشي عندها شوفوا ده بالغريب في الامر اللي غادي يجيدها بايا فالجار رمدان من هالول في رمدان ومهادنا في الدار جيم وكالها رسي وعيني احنا مصوابين وكان عرفوا الادب والاخلاق وبزادي الحويج والكرا كينش حدود كينش حدود انا مفهمت والوجات ما ارحبت بها باخير خالتي اجي قلسي كل شي مزيان كل شي واحدة كل شي بخير فطرات معانا كنقول صافره وقيل امور فطور غدا تمشي وقيل اركادة وقيل ارغا تمشي يولبن تلتارة ويحمون وراها غا تمشي في حالاتها يعني يقدر يكون الخطأ انني ساكن في نفس الحي في كينينهوما والله اعلم بقينا سيادي صافي الام كتجي 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 ولكن والدت كتبات معانا قلت لها واحد منهار داست شي سي معنا في رمضان قلت لها خالتي شكون كي يصيب الفطور الامي والدراري قلت لها راوك يعرفي الصحيب خليه دم انت معانا بنتي ما كان سخاش بها انا كده قلت لها مقلس يا خالتي مرحبا بك دوزت معانا رمضان كامل وانا سكت لان البنت منحقة تشوف ماضي قلت مع اماما منحقة منحقة دا زادوك الشهر درمدان جا العيد دوزوا العيد كاملين عدنا جاوب قاتل ام الام ما بغادش مشي دا الشهر لي مور العيد جا العيد الكبير شعرت معانا شرينا الحولي شرينا كادا شرينا كادا قاتل كادا اول عيد كبير تندوزوا مع ابنتي كادا كادا شرينا ليهم الحولي تهوما جاعدنا للدار دوزوا معانا العيد كل شي مزيان كل شي باخير سيدة ما بغادش مشي في حالها بقى قلصة ما بقيتش كنا خد راحتي مع المادام ولات انها كتناس مع المادام في بيت ناس دياننا دياننا انا وياو انا كالناس في البيت واشهد شي كيبال لكم طبيعي وصل السيل الزوبة طلع لي الدم وانا مشان دا كتنا خالتي اراك عيقتي وسمحيلي يلا درت معك باد المستوى هذا اراك عيقتي وعيقتي وعيقتي الله يرحملك الوالدين انا رامنحقين ناخد راحتي مع مراتي اراك عيقتي الي بزاف الله يرضي الي كلا مخلينين بقى مع مرتي قلت كلا وانا بنتي وانا هادي كلا بنتك على رأسي وعيني اياه ما كينتش مشكينة ما ادخلتش في علاقتك بينك وبين بنتك ولكن بجي سبقى يقعد لي هنا انا بغي ان اخد راحتي مع مرتي الله يجيزك بخير قلصتي ماكفاء ضيفتن بي تلتيام تيردرتي ضيفتن بي عام سيري الله يرضي عليك خليني يمقى معنا ومرتي المادام هنا اجبتني ما هدرت ما تكلمت خلتني بيني وبين بالام حتى كان اضرب الادب ما ثبيتها ما جريت عليها موال واضرت معها بالادب خصت فهم راسها نضي انت اياه هزي حويجك وهزي هدي وخبطي لنا في الباب وخرجي يصيري في حالتك مشات فاشمشاتي اهمة ولا تكد ضغط على المادام واجر عليك على ممك واش town موال حليして لذي و gefallen بوصول او تكلم مت espíritا انا اضربه انا عنE انت اجمد راحتي وتشحف عليها ومر Service انا شعرت عنها انا نزل عنك او انا نزيل�리 حقوق يعي دول izoga انا انت لا احصل معها انا نزل تعمل عنه انا عملتي مني وا Genau كده وانا كده. كده انا مجوش بك انتي ولا مجوش بك انتي واماك. مموك ما عندها ضعر ما عندها عجل ما عندها ولاد ما عندك كده. قلت ليا شوف اموها ديك على راسي وعينيها. واناخص امو تجي تعيش معي. كده اموك واش مموك مسكينة ما عندها ضعر واش قلتها في زنقاء. واداركم تبارك الله تروازي طعج وكارين لتحت وبرزقكم ومخصكم تشي خير. مموك شادير عندي هنا. شادير عندي انا بقيت ناخد راحته معك. رأى من اللي جات اموك ما اخديت راحته. كانوا نكونوا في شي مواقفة. الله سكتي ويلي. الله رمك با خفايقة. لا بلاتي. ما انا لهذا الحالة هذه. انا من حقي ان اخذ راحته مع مرتي. قلت لعب تشدري غير رحلو من هنا. قلت لك. والله اي مغير رحل من هنا. ما غنت تحركش انا من اتضارها هذه وما غنت ديرش وما غنت فعلش وما غنت نطلقش. قلت لشوفها بنت الناس. الى كتي بغت جي بموك هنا. اه سير عندها نتيني تهزي حوجك وسير عندها نتيني تهزي حوجك وسير عندها وقل قلت لشوفها عند امه. لانها يمتبت بمه وما متبتش بي انا وبراجلها وبالمؤسسة الزوجية ديالها. فعلا مشات عند امه ولات امه كنت تهجم عليها. قلت لها في تليفون تسبني. يسبني اخوها يسبني اببها. اه يجي عندي الخدمة. والله يجي عندي الخدمة. قلت انني تكن خرج. انت وانت يجبت لي لها البنت للدار وقدرت لها وفعلت لها. والله يا امك تنضيره لك والله يتنخرجك من عيد البراء. وكذا 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 وكذا. وهذا شيء ما صيقنش تلي لها الى ديالي خبار. لابا لم يكي سولوني اش خبارك صعبة. بي اخر الحمد لله اش خبار في خديجة. الحمد لله كل شيء مزيها. الامر غدا في يدي الله. وهي دائرة لي فضيحة مع دارهم. فضيحة دائرة لي مع دارهم. ديك الساعة سوف يطلع لي الدم. هزيت الوليد مشيتك للسانوية. قلت لي الوليد هسترالية 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 هسترالية. ده بعد السيدة دي. قال لي اواتشي طرار كامل وما عاوتيج لي. قلت لي الوليد دك شيء بقاسر بيني وبين مرتي ولكن د يا بار اني عيت بزاف منصبر لتسيدة دي واتشي غادي وتي طول. انا ما بغيش نطلقها. انا بغير رد لها بغير رد لعقلها. بغير رد مرتي لداري. قلت لي الله يجزك باخير يلا معي لدارهم باش نهضروا معهم. مشينا لدارهم. السلام عليكم وعليكم السلام. اش بغيتوا عندنا لجيين مسافة البنت جايم وراها. وشان قانت فلا وحنا هنا يا. وشانا كده. البنت بغض تعيش مع اما. بغيت نعيش معها. بغيت نعيش مع بنتي في دارها. وش كان عندك شي مشكل. ق اخليتوا لي يتشي باب دي الصلح. الله يجعل شبارك بنتك خلا عندك في دارك بغيت اشي مع خلا عندك في دارك. الله يعود لعونات. وكان ادوّد سبب لي خلاني نطلق انا وخديشة. بالرغم من الحب بالرغم من الاستقرار اللي كان. بالرغم من بزاف دي الحويش كانين انا وخديشة. ولكن بدخلت بحل العصية بيناتنا وفرقاتنا. داس واحد مدة تزوجت وطاني الله المرأ اللي انا كنت سنها. المرأ اللي انا والعائلة اللي انا كنت حلم بها. اللي كتوافق المبادئ دينا والمبادئ دي انك يوافق والمبادئ دي لهم. والمغزام من هات القصة هادي هو ضروري والدي ما غدوز مشي تجري بالي غتخليك تستفد من واحد درس. سواء في الزواج في الخدمة في الحياة في الفلوس في الفقر في الغينة في اي حاجة. غيص برا لخبستك. كنشكركم بزاف على الاستماع. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة